اثرت استطلاعات رأي اسرائيلية اتساع الفجوة بين الليكود وكحولفان وذلك في عقاب قرار المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بن يمين تنياهو وبلغ الفارق بين كحولفان والليكود سبعة مقاعد حيث حصل كحولفان على ستة وثلاثين مقعداً مقابل تسعة وعشرين مقعداً لليكود ووفق استطلاع الرأي فإن حزب العمل وتحالف البيت اليهودي والاتحاد القومي يحصلان على ثمانية مقاعد لكل منهما فيما يحصل اليمين الجديد وقائمة الجبهة والعربية للتغيير على سبعة مقاعد لكل منهما أيضاً